أزمة من شقين عسكري وسياسي تشهدها محافظة الأنبار غربي العراق عمليات عسكرية في صحراء البادية لملاحقة مسلحين واعتصامات مستمرة في بعض المدن التي عادت إلى الواجهة بعد أيام من مهلة قصيرة حددها رئيس الحكومة نور المالكي لإنهائها تكرار اتهامات المالكي لساحات الاعتصام هذه المرة قسم المشهد السياسي العراقي إلى معسكرين مؤيد ومعارض إطلاقاً كاعتصام أو كتظاهر ليست خطر وليست قلق لكن الخطر أن يتتحول أو أن يتم أسرها أو فرض القاعدة وداعش والمسلحين أنفسهم على هذه الساحات لأنها الفرصة الوحيدة أن يحتمون لا يستطيعون أن يحتمون بأي شيء آخر سوى بالمعتصمين هذه الأزمة المتصاعدة تأتي بعد مرور عام على بدء الحراك الشعبي والاعتصامات المناوئة للحكومة في المناطق الغربية والشمالية من البلاد المعتصمون ولجانهم الشعبية قبلوا بتفتيش ساحاتهم رافضين التلويحة بالتدخل العسكري لرفع خيامهم كما حدث في سمراء كلام عن ساحات الاعتصام وأنها تؤوي القاعدة وتؤوي المسلحين هذا كلام غير صحيح ويراد منه ذريعة لضرب هذه الساحات وفضل الاعتصامات التي تطالب بحقوق مشروعة واعتصامات سلمية ولكن السيد المالك لا يريد أن نفذ هذه المطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر في بيان له من كارثة لا يحمد عقباها إذا ما قرر المالك اللجوء إلى أسلوب القوة في التعامل مع المعتصمين في الرمادي والفلوجة ونصح بعرض الملف على البرلمان للتصويت عليه المالك أعلن في خطابه أن أكثر من ثلاثين قياديا من القاعدة يختبئون في ساحة اعتصام الرمادي فيما تؤكد مصادر برلمانية استمرار المفاوضات مع الشيوخ عشائر الرمادي لحل أزمة المعتصمين سلميا ففاديا لقرار المواجهة العسكرية الذي يصفه عدد من النواب بأنه انتحار سياسي طارق مهر سكاينيوز عربية بغداد اشتركوا في القناة